وقبل ما ننهي اللايب ده جماعة ما تنسوا هاشتاغ حنبنيهو تبني شنو انت لك سنة ونوص قاعد في حتة دي تبنيو انت قاعد تبني شنو شنو شاب كننا حنبنيل بنحلم بيوماتي والله بالطريقة دي تحلموا بيوم الدين يا زول حنبنيهو بيو انت قاعد كده؟ ما انا قاعد بنبنيهو هتبني كيف طيب؟ الحاميك تشتغل شنو؟ يا زول دولة عميغة و اي عادي خفيه عليك الله دقيق دولة عميغة كيف يعني؟ انت فاهم بتقول في شنو؟ ولا بس اي كلام لصي بس وقعد كلام كبير ده يا زول يعني تاسي ما لاقي شغل عشان دولة عميغة يعني؟ هاي كان لقين شغل بتشتغل؟ ان شاء الله ليلة تعرف تعوم؟ بعوم يا زول قويس؟ ايه انا بشغلك دقائق بس سب بدي؟ دجني يا زول قوم قدامي الله سريح بس دي سريح يالله قول دي شغلت شنو ده تشغلني قوم قدامي مش قدر تستغل؟ انا بنيو انا بنيو قاعد ماسك لي فاتح لي لاي فاتح لي لاي فاتح لي قوم قدامي وداري عوم وجينيه ما عاشي ندرب والله تعشوف بل امشي قدامي يالحادي ابني قدامي امشي السلام عليكم اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج زول كافية العربي طبعا تابعنا كلنا وشوفنا الوضع اللي حاصل في السودان في الايام اللي فاتت بعد اقرار الموازنة لعام 2021 والمظاهرات والاحتجاجات اللي حصلة في الشارع السوداني ولما دي تسأل الناس تقول لهم سبب الاحتجاجات دي شنو او في شنو اللي جدة جديد ويا ساتر يا جماعة خير اللي حصل شنو وقول لك والله الميزانية بتاعت السنة دي ما عجبانا فيا سيدي العزيز حاليا هلم اللي ظهرت دي الموازنة ما الميزانية فتعالوا مع بعضنا نشوف احنا ذات الفرق بين الموازنة والميزانية شنو عشان نعرف ذاته احنا نجوط كيف ووين ما نكون شايتين سايحنا الموازنة هي خطة بتخطها الدولة بتشوف مواردها والمصادر حقتها بتجيب قروش يعني من الاخر بتجيب قروش من وين وبناء عليها بتخط خطة تمشي بها السنة كلها عشان توزعها تصرف في حاجات معينة موارد الاقتصادية موارد اي حاجة تصدير الحاجات دي بالاضافة لانه في حاجات بتجي من الضرائب والجبايات مثلاك سنويا انت عندك شايف انه في تراخيص العربات وتراخيص البنى والحاجات دي كلها بتجي من الضرائب بتخش برضو في الموازنة حقت الدولة بالاضافة لذلك المنح يعني في دول مرات تقولك والله الدولة الفرانية منحتنا السنة دي اتنين مليار عشر مليار ايا كان الرقم بيخدتوا برضو في عين الاعتبار مع الموازنة بتاعت السنة دي بعد ذاك انت بتجي برضو بتشوف المنصرفات حقتك الصحة والتعليم والتسليحة والجيشة والدفاع الشرطة الحاجات اللي هشنو بتعتبر تابعة للدولة او المدرسين مثلا في المدارس الحكومية ولا طباء في المستشفيات الحكومية فبتجي انت بتوزنه يعني بتحاول توازنه ان انت صرفك ويراداتك كم وبعد ذاك من المقارنة بينهم الاثنين انت بتقرر اذا انت عندك عجز في الموازنة ولا عندك فايل في الموازنة عندك فايل في الموازنة الحمد لله وبارك وحاول انه انت السنة الجاية برضو ما تخش في حاجة انك تكون عندك عجز يلا لما يكون عندك عجز في الموازنة انت بعد ذا يلا تبدأ تفتش تمشي تاخد قرض من البنك الدولي عندك منح في زوال حبيبة كلي دابتر كابلة طيارة بتمشي لو بيديك قروش زيادة المهم بتتصرف ودي المأسورة اللي احنا قاعدين بنقع فيها كل سنة في انه احنا دايما بيكون عندنا عجز وماشيين على انه لا لا والله حايدونا ونتوقع منح ونتوقع هبات من دول والاشقاء واصدقاء السودان والكلام ده وبعد ذا كله العجز اللي بيكون في الموازنة في بداية السنة دايشي واللي ممكن يحصل لك خلال السنة دايشي تاني لانه ممكن انت العجز يزيد معك حتى الضرائب والجبايات والحاجات اللي انت بيطلعها من المواطن زي ما بقوله برضو ممكن ما تطلع معك فممكن العجز ده يتوسع ويزيد ودي الحاجة اللي حصلت حاليا بما انه احنا شفنا الموازنة بتاعة 2021 طلعت والناس ما عاجبة نسبة العجز في الموازنة بلغت واحدا فاصل اربعة في المئة ويرى خبراء انها لم تلب احتياجات الشارع ارادات موازنة 2021 انه 30% منها جات على حساب المواطن من جيب المواطن اللي هي رفعت دعم عن المحروقات ويمثل 300 مليون من اجمال تغديرات 900 مليون بمعنى انه 30% من الارادات ايضا اخذت من جيب المواطن وده اللي بيحصل لنا احنا دايما وعشان كده الناس جايطة وكل يوم عندنا بضخم في اي حاجة دي بالنسبة للموازنة اما بالنسبة للميزانية فالميزانية هي دي اللي بتخطها الدولة اخر السنة يعني بالعربي الفصيح كده ده تجرد زي الجرد السنوي بتجي الدولة بتجرد بتشوف انه خلال السنة دي هي عملت شنو هل فعلا هي تحصلت على الارادات اللي كانت مخطوطة في الموازنة عشان تمشي بها البلد لمدة سنة كاملة هل هي فعلا سدت الديونة اللي عليها لانه الميزانية دي في الاخر ريت تجي تشوف انه انت هل عملت الحاجات اللي انت كان مفروض تعملها في خلال السنة كاملة وبناء عليه انت بتجي بتجهز نفسك للسنة الجاية البعض بناء على ميزانيتك تحت السنة دي او الجرد حقك انت بتجي يلا تشوف موازنتك للسنة البعض اشنو وخلونا كده نستعرض معاكم ونشوف بعض موازنات السودان ونبدأ ب2018 بحيث انه كانت وقتها يعني انه البلد مستقرة يعني في حكومة في استقرار ماذا اللي شايفينه احنا حاليا فميزانية 2018 كانت كالآتي في الموازنة العامة ل2018 خصصت الميزانية 23 مليار و888 مليون جنيه لقطاع الامن والدفاع و10 مليارات و705 ملايين الى ما يسمى بالنظام العام وشهون السلامة و4 مليارات و170 مليون جنيه كميزانية لقوات الدعم السريع و2 مليار و942 مليون لقطاع الصحة الله للأسف دعم السريع اكتر من الصحة و5 مليارات و326 مليون جنيه لقطاع التعليم وتم تركيز اغلب المصروفات على المركز يعني بالعربي الخرطوم وباقي الولايات حاجة بسيطة يعني المركز 72% وال28% دي تتوزع على باقي ولايات السودان كلها وصل العجز في الميزانية دي الى 83 مليار جنيه سوداني وبرضو زي ما ذكر البنك الدولي انه ارادات السودان اتراجعت من عام 2018 في عام 2019 لانه 2018 كان ارادات السودان 26 وعشرين مليار دولار وفي عام 2019 نزلت الى 18 مليار دولار الفرقة اللي بيحصل ده بيقوم بيأسر لك في الميزانية يعني انت حصل عندك عجز وطبعا لما نحصن عجزي زي ده طبعا معروف انه اللي ما بياخد حقه او الخصم بيمشي وينه خصم الجيش ولا دعم السريع ولا نظام عام خصم الصحة والتعليم عشان كده احنا شايفين احنا عندنا الصحة والتعليم متدهورة وغير الخصم وغير الظلم اللي بيحصل في الميزانية بتطلع لك حاجات جديدة تطلع قروش عشان تعوض العجز ده والعجز ده برضو لما نتعوض للاسف الشديد احنا عارفين يعني وانتو عارفين يمشوا بيدقول لجماعة طيبين وقول لهم هاكم دي زيادة طيب وبالنسبة لصحة التعليم على صعيد الموازنة العامة لم يحظى القطاع الصحي بأولوية حازتها قطاعات اخرى مثل الامن والدفاع ثلاثين سنة النظام الصحي اللي كان شغال احنا نفتكر انه كان فيه كتير من الاخطاء وعلى هذا الحال كله سنة نجي يالله احنا بعدين نشوف الموازنة بتاعة الفين وعشرين كان اللي حاصل كالآتي الارادات الفعلية لسنة الفين وعشرين كانت ميتين اربعة وستين مليار جنيه والانفاق او المصروفات للسنة دي اللي هي كانت عبارة عن اربعمية سبعة واربعين فاصلة تسعة مليار جنيه لمعدل عجز يعادل مية اربعة وثمانين فاصلة واحد مليار جنيه يعني شنو؟ الجنيه ده قبل الباقي كمان طبعا الحكومة كانت بتوقع انه تجيهم ارادات من الناتج المحلي بقيمة او ما يعادل سبعة وعشرين في المية من المدخول يعني لكن للأسف الشديد اللي حصل انه اللي جاتهم في النهاية سبعة في المية فقط يتم تخيل كمية او حجم العجزة اللي حصل في الميزانية ليه حصل كده يا حكومة؟ الحكومة قالت لانه بسبب جائحة كورونا والفيضانات طيب دي منطقية السبب التاني والحجة التانية انه بالرغم من شح النقد الاجنبي وعدم توفره انه الحكومة كانت بتحاول تدعم وتوفر القمح والمحروقات شايفين انتو اي توفر في الموضوع؟ ما شايفين توفر اللي يتلو دي تقول ليه والله الموازنة نقصت او الميزانية حصل فيها كده كده بسبب انه انا قدمت لك كده المفروض ونكون على قل شايفينه في حاجة مقدمة لكنه مافي احنا وصلنا لي مرحلة انه مش انه القمح والمحروقات احنا بيقى عندنا العيش في العالم مافي حاجة زي عندنا العيش بتبع بالكيلو اللاقاتك دي قبل كده مافي عيش انه قبل مايخشه النار ما عيش انه قبل مايخش النار لكنه يخش الفرن وبيجي طالع جاهز يبقيععلك بالكيلو يعني ماااااا ماعرف انا والله احنا وصلنا ليشنه هالله ايقين غايته بس والحجة الثالثة قالك عدم انسياب الدعم الخارجي والمنح يعني انا ماعرف هو منقر كيف كانت تخذتوا في النيل بإنساء بيغرقك منها يعني هم غير إنه اللي كانوا معتمدين عليه في الموازنة من الضرائب والجبايات والناتج المحلي حيجينا كده أداهم بمبة جاءت دعم الخارجي برضه أداهم بمبة الحاجة الوحيدة المددهم بمبة أداهم سريع غايته شغال الجبلون في نقاطات دعمل أنا الضلع نجيب عدلي موازنة 2021 2021 شنو اللي اختلف فيها عن باقي الموازنات قبل ما نجي لأرقام والتفاصيل نمسك مبدئين إحنا أول حاجة الحاجة الغريبة اللي حصلت في الموازنة دي إنه الموازنة دي بيقات معلنة يعني بيقى في شفافية ونزلال الناس إنه هاك دي موازنة 2021 فبيقى في إنه في جدول رسمي نازل وإنه الموازنة مقسمة كذا 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 ولك عزيز المواطن أن تطلع عليها في أي مكان والحاجة دي ما كانت موجودة في الميزانيات اللي سابقاتها بكتير حتى بتاعت 20 حاجة دي ما كانت موجودة كون ذات الدولة نزل لك الموازنة بتاعت السنة تقول لك هاك عزيز المواطنة تطلع عليها والأغرب من ده كله إنه الموازنة مكتوب فيها عديل إنه يا الإعلام عليك الله فقعت مرارتنا شوف شغلك بعد ده ور المواطنة اللي بيحصل شنو في البلد عشان يفهم وما يطلع يدوك جرس ساكت قلتوا الميزانية الإعلام عرضه وده إحنا عرضناه إحنا غايته اللي علينا عملناه لكن الدول الباقي على إعلامنا إعلامنا اللي هو أصلاً هيجيب جلطة للموازنة ذاته الموازنة ذاته حتامسك قلبها كي لا تيجي واقعة إلا من رحم ربي طبعاً يعني الشغال شغال جزاه الله وخيراً وأحلى حاجة برضو أنا شايفة في الموازنة بتاعت سنة 2021 دي إنه أخيراً أخيراً ميزانية التعليم بيقت أعلى من ميزانية الجيش الله أكبر الله أكبر تم اليوم إجازة موازنة العام المالي 2021 النسبة المخصصة للصرف على التعليم تقدر ب137 مليار جنيه بنسبة 12.5% من الصرف وبزيادة بلغت 170% مقارنة بموازنة العام الماضي فأخيراً شايفين إنه إحنا ميزانية التعليم بيقت أعلى من ميزانية الجيش ما إني يعني مش عارفين وصرفين وتعبارين على جيد كلاب يعني جايبين دبابات كمية في دبابات دبابات وفي دبابات بشرية موضوع ده من جيء قدام لأنه بس ملحقنا وما حضرنا الغنية كاملة لسه وبرضو من الحاجات الظريفة واللي تفتح النفس إنه في زيادة ملحوظة في النسبة بتاعة ميزانية الصحة يعني بدأنا نهتم بالتعليم ونهتم بالصحة والحاجة الجميلة إنه بيقى فيه ميزانية مخصصة للدعم المباشر للأسر إخوانة البلد دي ما لقى صادشني أجمع دعم خارجي دعم مباشر دعم سريع حولها شو البلد المدعومة كلها فقط عيدي فبيقى فيه دعم نقدي مباشر للأسر أو للمواطنين بقيمة 260 مليار جنيه سداني أي ما يعادل 24% من الموازنة والدعم اللي تخصص للكهرباء بيعادل 101 مليار لكن دقيقة إحنا ما برضو شنو إحنا بنظهر أي حاجة ودور الإعلام لكن هنا الموضوع ده هو دردك لاحظ عزيز المشاهد عشان ما تفوت عليك دي وطيجي عين تقول إحنا ما ورينك قبل ما يخدت الموازنة بتاع ده السنة دي زادوا سعر الكهرباء 500% بعد داك جا قال لك يلا الله إحنا حندعم ليك الكهرباء يعني كأنه يا بو زيت ما غزيت بس عشان تكون عارفة النقطة دي قبل إيجادة الموازنة رفع سعر الكهرباء 5 أضعاف المسألة دي بتأثر على جميع المواطنين لأنه الارتفاع التم في الكهرباء حيأثر على جميع ضروب الانتاج الانتاج الصناعي ده بيحتاج للكهرباء وأي زول الشي اللي اتو وضحت له في الكهرباء حيضع في السلعب تحت المواطنين فإيشنو حركات القرطسة دي ما تعملوا أنا ما علينا إحنا مركزين معاكم إحنا الكلمة بالكلمة وقبل ما ننهي الكلام على الميزانية 21 ركزوا معي بس في الرسم البياني القدامكم ده يعني إحنا كان عندنا 60% من الإرادات جاية بس من الضرائب و34% إرادات أخرى و6% بس المنح على عكس طبعا أو حاليا يعني اللي إحنا شايفينه في الجدول قدامكم الإرادات حقتنا بيقت كالآتي الضرائب الخفضت وصلت ل27% والمنح زادت بيقت 22% وعلى فكرة دي ما حاجة كويسة ولا حاجة ظريفة وبالعكس أنا شايفينه دي خطورة علينا إنه إحنا نعتمد على منح بالطريقة دي وآخر حاجة عندنا المشاريع والليه تعتبر بـ 51% إحنا المفروض نركز مع الحاجات دي أكتر مما إنه إحنا نركز مع منح المفروض نسبة المنح دي تنخفط لغاية ما تصل في يوم من الأيام لتنعدم كل كل تكون ما موجوده حتى لو تزيد نسبة الضرائب طالما المواطن لاقي حاجة مقابل الضريب والهو بيدفعها ما مشكلة وزي ما يقولوا بالعامية كده وبالفهم المبسط زيتنا في بيتنا خلونا شنو مع نفسنا ما دارين حاجة من برنا والله العصين بلدنا دي ما فقير ولس مواطن السوداني فقير لكن سواء الإدارة هل مودي البلد دي ستين داه السودان بلد غني وشعبه غني لكن بس غايته أنا ما عارف بيتنا احنا نقضت الخلافات البين دي على جنب وغير الحاجات دي كلها برضو شايفين إنه إحنا الدولة ماشية لإنها تسيطر على تضخم ده بإنها دارة عوام الجنية كدهب حلب ستين يمين شوفت بطن ومسكellt والتعويم ده واحد من الحاجات اللي بتحاول الدولة تسيطر به على التضخم وغيره فيه حاجتاتо كتير المفروض التلبلة تتجني باها برضو عشان تسيطر على التضخم وتسيطر على صرف العملات بالسودان واحدة من الحاجات المفروض ذاته دولة تجني باها إنه هي تسيطر على الصرف بتاع الدولار والتحكم في السوق الأسود يعني إحنا الليلة المفروضة إحنا عندنا البنوك في السودان تستقبل تحويلات المقتربين عشان ما يبقى فيه فريق اصلا بين سعر الصرف في السوق الاسود او في البنك يعني عندنا احنا المختارة ده لما يجيب دولار يفكوا في السوق الاسود انت كده بنوكك بيقى تفاضي ما فيها اي عملة صعبة لكن لما المواطن يلقى نفس السرف ده في البنك في حتة مضمونة يخوش بنك معروف انه ده بنك يخدت الدولار يدو نفسي سعر السوق الاسود كده داني هو ازل حمش السوق الاسود الدولار يعني هو باعتباره بيقى سلح حاليا في السوق يعني يبعه ويشتراه بعد دي احنا ذاته المفروض عندنا يكون فيه مراقبة للصرف واسعر الصرف وانه السوق الموازي ده المفروض ذاته الحكومة باي طريقة تحاول تسيطر عليه وتلغيه اللي هو السوق الاسود يعني احنا بنحاول نجمله ونقوله الموازي ولما انا ليلة كمواطن اخد دولار في البنك اجي بكرة القى وقول لك والله انا دار ليه مثلا كزا دولار بتديني دولاري والحاجة دي لما انت حصل بيبقى عندك انت احتياطي بتاع عملة صعبة او عملات اجنبية في البنك انت عندك شي تغايض بيه او تعادل بيه عملتك فكيد انت بتجري تعمل شنو سيطر على العملة وتقدر تعمل سيطر على التضخم وبرضو الحكومة المفروض تصدر قوانين صارمة تكون على تجار العملة ومهربين الدهب لانه دي اكتر اتنين بيضروا الاقتصاد واكتر اتنين بيضروا صرف العملة حقتنا لانه الليلة احنا عارفين اي صرف عملة في العالم دي یا بيكون مربوط بعملة غوية یا بيكون مربوط بالاحتياط بتاع الدهب بتاعك ونت طبعا ما شاء الله عارفين احنا احتياط الدهب حقنا قاعد وين والمفروض برضو يكون فيه تسهيلات للمستثمرين تسهيلات بي يكون شنو ما تسهيلات ان والله بس الليلة سهل لك ورق ولا سهل لك اجراءات تسهيلات بيان انا سهلي العيشة زاته في البلد دي أسهلي دخوله وطلوعه من البلد أسهل له إنه ذاته لما يجي يقعد هنا عشان يعمل اجتماع يشوف لأي حتة دار استثمر فيها أي مكان أراضي زراعية أي أن كانوا على الاستثمار يكون قاعد يحاسي بالأمان الأمان ده المفروض تكون عامل كنترول لأي حاجة لأنه زي ما قلنا إحنا في الحلقات السابقة إذا ما في أمان في البلد ما في سوى الحاج يكوب قروشه في بلد ما في أمان والأمان بس ما من الحكومة المفروض إحنا برضو نكون بنلعب جزء كبير فيه يعني قصة النزاعات كل يوم على حاجة تسوى وما تسوى والكتل والحريق والضريب ده ده برضو بأسر علينا في النهاية يعني اللي أنا أي زول لما يشوف إحنا بنتصرف تصرفات زي داي بيقول لك ياخد هالب يتضاربوا بيتكاتلوا مع بعضوا بيكاتلوا وضلوا هم كان ماليقوا زول يكاتلوا همشي أستثمر عندهم لشنو فلازم إحنا برضو نوعا ونهدي الحاجات اللي إحنا بنعمل فيها دي بقول لكم كل شوية النزاعات دي نخدت على جنب عشان إحنا نقدر نبشي بالبلد دي ليه يقدام نجي لدورنا إحنا ذاته كأفراد ومواطنين يعني إنت اللي لك فرد في المجتمع المفروض تحافظ على المرافق العامة بتاعت الدولة عشان ما تجي الدولة في يوم من الأيام إنت بعد ما تكسر وتخربت يتقول لك تخدت لك في الموازنة إنه صيانة المرافق العامة دي غرطوم بحري دي المحطة الوسطى ده الوسطى قال إحنا قاعدين فيه وإنت مسؤول قاعد في مكتبك حافظ عليها وخليها نظيفة ونظافة بلدك قدر المستطاع عشان القروشل بتتصرف على إنه صيانة للمرافق العامة ولا نظافة تقللة لأنه النظافة دي لابد منها لكن ما توسخ إنت بحاجة إنه تضر البلد والحكومة إنه تصرف ملايين ومليارات عشان تنظف وتصين وعشان ذاته لما زال يجي من بره يشوف إنت مهتم ببلدك هو ذاته حيهتم ببلدك لما نيجي لما يفتح ليه مصنع لما يفتح ليه أي حاجة ما حيوسخ ولا حيكسر ولا حيبهدل وبرضي إنت كمواطن حاول إنك يبتكر يعني الليلة ممكن تبيه فكرة بسيطة ما أقول لك إنه توفر على الحكومة ولا لا 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 كيت تبيه فكرة بسيطة تسهل على أهلك منطقتك قبيلتك الولاية اللي إنت فيها زي ما شايفين إحنا حاليا نخرجين دفعة هندسة بجامعة السودان عملوا مشروع إنه قال لك إحنا القروشل حنصرفها في حفلة التخرج حقتنا لا لا إحنا حنعمل المشروع بإنه إحنا نولد الموية من بير عن طريقة الطاقة الشمسية اللي هو بيخدم أكتر من ألفين شخص فاشوف دي بفكرة بحاجة بسيطة ريوح ألفين شخص الناس تجيبوا الموية على راحته إنت ممكن تشوف الموضوع بسيط لكن والله العظيم كون إنت يعني الليلة بفكرة بتاع الطالب يعني الدفعة كم يريوح لهم كمية من ناس زي ديل وهناك في كردفان يعني كمان ما في الخرطوم بر الخرطوم والله صراحة برضو لايك لايك وبكذا نكون نوصلنا لها الحلقة ما ترسوا تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بتليزون العربي وزول كافي ومن هنا لغاية ما نلقاكم الأسبوع الجاي بإذن الله تعالى إذا الله حيانا ومده في عمارنا تحياتي إليكم محمد عويضة السلام عليكم اشتركوا في القناة